السلام عليكم نبدأ بسم الله و ما شاء الله معكم ابن الشام اليوم اخواتي موضوعنا هو موضوع فوائد خل التفاح وفوائد خل التفاح الكناري له فوائد كتير عديدة ولازم تقدم الخل التفاح للطير اكيد مو كل يوم بانتظام بالنسبة لتقديم خل التفاح اخي الكريم اول شي نحن في عنا المشربية الصغيرة هاي في قد تقدم له 3 نقاط طبعا للخمس نقاط هاي الصغيرة في عندك الكبيرة اللي مثل هاي او مثل هاي ممكن تقدم له من الخمس نقاط للعشر نقاط فوائد خل التفاح اخي الكريم مضاد حيوي للطير هاي معترف عليها يعني مضاد التهاب ومضاد للكبد مطهر معوي مطهر لجهاز التنفس وآتل للطفايليات والجراسيم والبكتيريا وعندك كمان شغلة تانية بتقدم له انت بحوضه الصباح الحمام طبعا يعني بتقدم له خل التفاح مع المي هاي اخي الكريم عندك انت بيعطي لمعان للرشت الطير وبيقتل الفاش يعني الامل تمام ومتعرف عليها الهدب هاي يعني بالسباحة بحوض السباحة او الاستحمام يعني وعندك كمان علاج للنقطة السوداء للفراخ كيف نحن نقدم موضوع الفراخ يعني بدك تقدم انت الخل التفاح للأهالي يوم اللي تكون مثلا منتبيض او تكون بيضة وبتقدم له ياها من عندك انت يعني تقريبا على مدار ثلاثة يوم هذا كعلاج للطير يعني اخي الكريم بتقدم كل اسبوعين انا بالنسبة الي كل انسان الو طريقته الخاصة فيه وكل مربي الو طريقته الخاصة فيه وكل الطرق صحيحة واحترم كل المربيين وكل الطرق انا بالنسبة الي بقدم بالاسبوعين مرة واحدة خل التفاح لانه كمان لسه في عندك كمان موضوع فوائد التوم نحن نحن نحكي عليه ان شاء الله في ديوهات قادمة بإذن الله فمرة بتقدم خل التفاح مرة مساء من نحن نقدم التوم مع الليمون مرة نحن نقدم فيتامين للطير مرة نقدم مي عادية فكل انسان الو طريقته الخاصة وهي هي فوائد الخل التفاح وان شاء الله تكونوا استفدتوا مننا بإذن الله والسلام عليكم ترجمة نانسي قنقر